مشروع استدامة هذا المشروع العظيم أخبرناكم من قبل ليس عندنا وقف في الروشن ما عندنا وقف عندنا مشروع استدامة مشروع استدامة وهذا عشان تأخذ فكرة شيخنا هو مشروع يعني يقوم على إفطار يومياً عشرين ألف صائم في مكة ما شاء الله تبارك نعم منهم المسافر ومنهم سبحان الله حتى الغني في الحرام يعني في الحرام ما شاء الله تبارك تعرفي شيخ أنه إفطار الصائم يتكسب أجر الغني والثقي كل من يفطر والصائم فرحتان عنده فطرة وعنده لقاء ربي ودوه مرضاكم بالصدقة ولعلنا نندرج أظن حتى في إصلاح الأولاد وغيرها نحتاج إلى نقدم بين يدي دعوانا ونجوانا لله سبحانه وتعالى الصدقة وغيرها من هذه الأمور ونذكر بسفرة الخير وسفرة البر وسفرة الحسان سفرة الخير بسبعة الاف وخمسمية لخمسمية صائم وصفرة البر 15 ألف ريال لألف صائم وصفرة الإحسان ألفين صائم بثلاثين ألف ريال وهذه لما يجتمع فلان وفلان وفلانا والأسرة وكذا تجد المبالغ بسيطة جدا فتتكفل بسفرة كاملة وإن أردت بعد أن تدفع لهذه السفرة سوف يذكر اسمك وإذا ذكرت في الدنيا فالأهم أن تذكر عند رب الدنيا ويبقى لك هذا العمل الدائم على طول بإذن الله سبحانه وتعالى ولعله يكون سبب يعتقنا من النيران يا أخوان لما يقول عتق من النيران كأن تحكم على شخص بالقصاص وحينما يكون السيف قريب من رقبته ويعرف بأنه يموت تعتقه شوف الفرحة التي تأتي فكيف أن الله سبحانه وتعالى يعتقك من النار معناه بأن أنا وأنت لن ندخل النار بإذن الله سبحانه وتعالى المجموعات التي هنا أنتم كجمهور فأولا للجمهور بالنزل رابط الآن في تويتر إذا الشباب جاهزين أخبروني علشان الرابط الإعداد إذا الرابط جاهز أخبروني السلام ورحمة الله وبركاته الله حي أخي جبر يا مرحبا 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 الله يسلمك بارك فيك طيب مرحبا الله حي مرحبا الله حي يا حلوة مرحبا الله عافيك مرحبا 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 من تتوقع من المجموعات بيأخذ المركز الأول في هذه الحلقة من تتوقع من المجموعات بيأخذ المركز الأول في هذه الحلقة هذا واحد سجل اسم المجموعة إذا أنت مرشح مثلا في هذه الحلقة بيأخذها البيرق مثلا وأنت من جمهور الشلفة أو الشداد تضع إجابتك وتحت أتمنى إهداء الخمسمائة نقطة والخمسمائة ريال إلى مجموعة كذا وتذكر مجموعتك اللي ينتمي لها واضح المسألة؟ لا يسونا ليش ما يسونا؟ لأن ما هي لهم أصلا هي لكم يتمنى عادي خير يقول توقع فلانة وحد دي أرى ما تيجي ما هو فلانة هي مجموعة ويتمنى على المجموعة أن تقول المجموعة الآن يهمنا الحضور يهمنا الحماس يهمنا المشاركات يهمنا كل شيء موجود بالنسبة للمجموعات لأنه في عليها التبعات أولا فالخمسمائة هذه تنفعكم فمثلا جمهورك أنت في الشلفة في الشلفة مثلا جمهورك في الشلفة ويتوقع أنه بيأخذ مركز الأول مثلا الشداد أو البيرك فيختار ثم يقول يعني إذا سار عليه تحت اسمه راح يكون الاهداء لكم ويفيدكم بإذن الله خمسمائة هذا واحد الثاني بالنسبة للمجموعات فسيكون عندنا عدة أمور راح أعطيكم إياها خلال 72 ساعة 72 ساعة راح نحدد من كل مجموعة واحد بيتوجه إلى مكة خلال 72 ساعة راح نختار من كل مجموعة واحد بناء على عدة أمور أولا أكثر واحد يتفاعل جوه الحلقة وبرى الحلقة وبرى البرنامج تماما وفيه معايير معجنة راح أعطيكم إياها بإذن الله سواء في هذه الحلقة أو بعد الحلقة أعطيكم إياها لكن هذه المعايير على إثراء بإذن الله سبحانه وتعالى تتوجه وتأخذ لك عمره وتقف على سفرة هناك بإذن الله سبحانه وتعالى وتشوفون الإفطار وتشوفون الصائمين الأمر الثالث اللي هو عندي في الفقرة يوميا 15 ألف ريال المركز الأول 7 ألاف ريال المركز الثاني 5000 ريال المركز الثالث 3000 ريال ولكن ولكن قد يكون المركز الأول يستحق 7 ألاف ريال لكن بتأخر أحد الأفراد أو شيء معين من البيانات اللي عندنا قد ينقص من المبلغ فيخسر شيء منه وقد نبدأ فيه بإذن الله من الحلقة القادمة يعني حتى تكونون على دراية كاملة في هذه المسألة فقد ينقص منه هذه المكافأة شيخنا وحبيبنا أتمنى ترجمة نانسي قنقر